يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان نايل لايف نهارك سعيد يوم سعيد ان شاء الله على كل اللي بيتابعونا وبداية سنة كلها خير وصحة وسعادة على كل الشعب المصري يا رب وكل سنة وحضراتكو طيبين صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير مشاهدينا وزي ما قلنا النهاردة حيكون معنا وكان عند فقاركم تنوع وحنبدأها بفكرة الصحافة مع اشرف وحيكون معاك للصحفي استاذ اه لا الصحافة النهاردة اه مع محمد زكي محمد زكي كاتب الصحفي ونائب رئيس تحريف جديد تلواف صباح الخير معي صباح الخير شريف صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل الفين واثناشر يا رب الفين واثناشر تكون سعيدة وجميلة ويبقى فيها انجاز لمصر الفين واثناشر يا شريف ان شاء الله حيبقى عندنا مجلس شعب وشورى ودستور جديد ورئيس جمهورية عندنا كل حاجة جديدة ده فيلم اكشن ده على فكرة الزخنة جديدة اصلا كبيرة قوي علينا صباح الخير وسنة جديدة وكان يقف في السنة ولسا لايمين ويعني من راحة من راحة كده ان شاء الله حيبقى عندنا طبعا عندنا في خلط ايه ده ارداء يا شريف عندنا النهاردة طبعا كالعادة يعني المرأة طبعا ودور المرأة في مصر وفي العالم العربي وفي القرى الارضية كلها عندنا النهاردة ضفتنا الدكتورة كريمة الحفناوي عضو مؤسس بحرك الكفاية والجماعية الوطنية للتغيير والعضو المؤسس بحزب التحالف الشعبي الاشتراقي وعلى فكرة هي ممثلة قديرة كمان هتكون مشرفان هنتكلم عن دور المرأة بعد الثورة ودور المرأة عموما لمصر في فكرة كمان عندنا عن اعياد اللقباط واحتفال اللقباط في مصر باعيادهم الفترة اللي فاتت احنا شفنا احتفال ليلي ترأس السنة في مدان التحرير وكان معظم اقباط مصر موجودين وفي صلاة يعني يا رب ان شاء الله عيدة خيام النجيك كمان يعانتي على خير ويبقى كل حاجة فيه كويسة وحيكون معينا الكوموس انجيلوس او انجلوس يعني انا مش متأكدة وراعي خنيسة وحيكلمنا على الاحتفال ان شاء الله هيكون ازاي او الله يعني الكوموس انجلوس هو وظيفة عزيزة علينا قصة في البروجرام وصديق يعني طيب كمان هيكون معينا فقرة عن فن يعتبر يعني مش حديث في العالم ولكنه شوية مستحدث على مصر هو فن الستانداب كوميدي او الكوميدي على الواقف زي ما بيسموها واللي بدأ ينتشن تشار كبير جدا مش بدأ مؤخرا بدأ بقاله فترة يعني بعد ما في فنانين كتير جدا نجوم مصر من برا لانه هو مش محتاجة حاجة غير انت تبقى واقف وبتقول كوميدي او بتقول كوميديا على الواقف هيكون عرضة معينا اتنين فنانين تميزوا جدا في القصة ديات وهما ادهم عبدالسلام وامير عزت هيكلمونا عن عرض اقدموه في الساعة الحد الادنى والحد الاقصى للاجور موضوع شاغل كل الشعب المصري 700 جنيه حد ادنى اضرب في 35 يبقى حد اقصى هل فعلا ده حيطبق اخيرا في مصر 2012 يقال انه هو اه يعني في خلال اه ايام او في خلال شهر تقريبا الامور هتستتب في هذا الموضوع مميزات وعيوب هذا الموضوع اكيد هيبقى فيه مميزات اكتر من عيوب معي الاستاذ مصباح قطب المستشار الاقتصادي لجريدة المصر اليوم وقانون الحد الاقصى والحد الادنى نبتدي يومنا وفقرة الصحافة ونهاركو دايما سعيد اشتركوا في القناة